اشتركوا في القناة بخير مرحبا بكم معنا في أسبوع جديد وأسبوع الخامس عشر من برنامجكم أجدر لك اللي كانت نولوا فيه كل أسبوع يوميا مواضيع اجتماعية مختلفة الأسبوع الخامس عشر قررنا باش نبدوه بالموضوع اللي هدرنا فيه الأسبوع الماضي عن الأنانية وبما أنه جونا بزاف ديال الرسائل من المستمعين والمستمعات وخاصة الناس اللي يعانيوا من هاد المشكل هادا ديال الأنانية وبما أنه كانت واحدة المجموعة ديال الأسئلة وبما أننا وعدنا المستمعين والمستمعات أننا غلنا أخذوا الأسئلة ديالهم ونطرحوها على أخي الصائي غادي يكون معنا ومن المرتقب أنه يكون معنا هاد اللحظة الدكتور مخرف عبدالصمد اللي غادي يلتحق بنا بعد لحظات أهلا بكم يلتحق بنا دكتور عبدالصمد ونبدأ على بركة الله في موضوع حلقة اليوم كما أشرت في الأسبوع الماضي كانت مجموعة من الأسئلة وعدت المستمعين والمستمعات أنني سأتي بالدكتور عبدالصمد للإجابة على هذه الأسئلة كيف نعرف الأنانية وكيف نحاول التخلص منها وطبعا كما قلت فخير من سيجيبنا عن هذه التساؤلات الدكتور مخرف عبدالصمد اللي كان شكره كتير على تلبيته لدعوة البرنامج دكتور صباح الخير صباح النور والعافية أولا أنا سعيد أني أكون معكم مستمعينك الكرام وأنا أعترف الآن على الهواء أن أهنأ أحد المستمعين المواضبين على برنامج كل صباح وسعيد بالأسرة يعني برنامجك مع المستمعين عبارة عن أسرة واحدة كتلة واحدة فأنا سعيد جدا وأنا أحدهم وأعتقد في الحلقة الأخيرة قلت الأسبوع الماضي قلت هناك من يستمع إلينا بصمت يعني بدون أن يشارك وأنا من هؤلاء اللي يستمعون إليك بصمت فأنا أتشرف أني أكون معك ومع المستمعين الكرام في هذا الصباح وهذا شرف لنا كذلك أن يكون لنا أناس في البرنامج مثلكم دكتور نرحبك طبعا قبل أن نعرفه أنانية وحب الدات ولكن لابد من تعرف ما هي الأنانية طبعا الأنانية علميا إلها كود اسمها IDR وهي من أكثر الأمراض النفسية فتكا بالإنسان يجب على الإنسان أن يعرف أن الأنانية عبارة عن كره للآخر وقصد الأذى به وإن لم يتعمد هذه الأنانية حتى أنت قلت كلمة جميلة جدا أنه كيفاش نفرق بين الأنانية نضرب مثال للأنانية حتى نعرف ما هي الأنانية بشكل علمي الآن نتكلم بشكل علمي وليس بشكل معرفي كالمتداول لدينا علميا الأنانية أضرب بالها مثال وخلنا تخيل مثال بسيط أنا وأنت وصلنا بلجيكا وما عندنا أوراق فأنا اتقيت فيك في أحد المقاهي وقيت لك أنا ما عندي أوراق أنت قلت لي أنا في حالك أنا ما عندي أوراق جلسنا أنا وأنت نبحث عن حل لإيجاد حل الأوراق كيف نحس نتخلي أوضاعنا قانونية في هذا البلاد فأنا يوم من الأيام في اليوم الثاني سلمت عليك رحت تتدارك وأنا رحت تداري في اليوم الثاني وجدت حل للأوراق وجدت محامي بيعمل للأوراق وبشكل قانوني وبسرعة وممتاز رحت المحامي خلصت الواجب وعرفني رجعت بعد الظهر حصلتك في سومنيس ولا في أنيسنس في المقهى قلت لي ها عبدالصمد عندك في أخبار عن الأوراق قلت لك لا ما في أخبار عن أوراق ما شاء الله وانت بدت تبكي تقول لي يا عبدالصمد أنا أوراق أهلي في المغرب ينتظروني وأنا ما عندي أوراق وأنا أقول لك لا ما فيه ما لقيت حل تعال خلن ندور من جديد على الحل وأنا عارف أني صباح حصلت حل والحل عند محامي سبحان الله مرت يومين ثلاثة أربع أنا حصلت الأوراق وانت ما زال ما حصلت الأوراق وانت مش عارف أني حصلت الأوراق وكل ما ألاقيقه أقول لك ما فيه ما فيه ما فيه أمل هذه هي الأنانية حب حب الذات اللي هو شي مطلوب وضروري يكون بصيغة أخرى أنا رحت للمحامي حصلت أوراق يوم رجعت للمقهى من حقي أني ما خبرك أني حصلت حل حتى استعينه على قضاء حوائجكم بالكتمان من حقي لكن ليس من حقي أنا أقول لك سمعت أنه فيه محامي موجود في سكاربك هذا المحامي يقولون عنده الحل حاول تروح له أنا ما خبرتك أنه رحت له وقال لي ملفك أوكي وأمورك رح تكون مزيانة أنا أعطيتك حل أنا دليتك على الطريق اللي ممكن أنت تحل به أزمتك كما حلت به أزمتي هنا حب الذات أني لا أريد أحد أن يعرف خططي المستقبلية من حقك تخاف على نفسك من الحسد من حقك تخاف على نفسك من العين من حقك تريد أن تكون حياتك خاصة من حقك لكن نفس الحالة هذا لا علاقة له بالأنانية هذا يسمى حب الذات المثال الأول هو الأنانية بعينها والمثال الثاني هو حب الذات المثال الأول أنا ضريتك أنا كنت أكلت معاك وشربت معاك ونفس الهم معاك وتقاسمنا الهم مع بعض وأنا بأنانيتي أنقضت نفسي وجعلتك في الورطة أضرر بك رغم أني أنا وجدت الحل رغم أنك لو وجدت الحل كان أنت هديتني إلي وقلت لي يا عبدالصمد في حل هذه الأزمة اللي أحنا مع بعض لكن أنت أنا خبيتها عنك وألحقت بك ضررا فهنا هي الأنانية أذكر المستمعين المستمعات أنهم يمكنهم يبعتون برسائل وكذلك يمكن يحكيون لنا مشكلة المعاناة ديالهم عن الأنانية مع ناس قربين منهم مع الزوج مع الزوجة مع الولاد يمكن كل من يعاني من الأنانية عندي مجموعة من الأسئلة كما قلت ديال الأسبوع الماضي حضرتها للدكتور عبدالصمد سيجيبون عنها بعد قليل إذن بإمكانكم بعت رسالة عبر الرقم 048-180-180-180-180-800 أفضل أنه تكون الرسائل المكتوبة حيث لا يضيعون وقت اللي يأخذنا مجموعة من المكالمات ربما يضيعون لنا الوقت وإحنا لنا مجموعة من الأسئلة للدكتور عبدالصمد إذن أعطيتنا الفرق ما بين الأنانية وحب الذات حب الذات يعني مقبول مطلوب حب الذات مطلوب لذلك حتى الآن آخر بحث النفسية إنه الإنسان اللي محب ذاته تلقي عنده كرش وسيمين وميحفظ على صحته أنا عندي كرش ولكن مش سيمين مش سيمين الحب لما تحب ذاتك تنام مزيان تحب النفس تحب نفسك تنام مزيان تاكل مزيان وتحب الناس وتحب الناس تحب الخير لأولادك لما تحب نفسك يعني ذلك حتى في الإسلام حب لنفسك كما تحب لأخيك كما تحب لنفسك لكن للأسف عالمنا الآن الكثير ناس بيحبون ذاتهم لذلك يتعاطون أشياء مضررة الصحة يأخذون أدوية وعقاقير بدون ما يرجعوا للطبيب إذن الدكتور عندنا مفهوم خاطئ اليوم غادي نصحه نعم هذا المفهوم الخاطئ هو أننا فيما كان نكون في حديث فيما بيننا نقول وهذاك الإنسان كيف يريد راسه بزف لا بالحكس هذا مطلوب جدا لكن شوف أنا شو لما انضربت مثال للأنانية والحب الذات لأنه بين الأنانية وحب الذات شعرة نعم وهذه الشعرة يعني ما يفرقش بينها الإنسان فيجب أن نفرق اليوم المثال الأول أنا أعطيت مثال شوية ممكن أنا سامحني فاجعتك بالمثال لكن حتى نقرب الصورة للمستمعين الكرام أنه فيه فرق بسيط بين الأنانية وبين حب الذات أنت مطلوب منك أن تكون في خانة ومربع حب الذات لكن ليس مطلوبا منك أن تكون في خانة الأنانية الأنانية تقتلك نفسيا تؤدي إلى أمراض نفسية سنتحدث عن الأحكار أكيد واليوم أكيد أننا سنصحح مفاهم دينا لأنه حب الذات مطلوب لكن الأنانية هي مرض سيشرح لنا الدكتور طبعا ما أو كيف يصاب الإنسان بهذه الأنانية وهل يصبح الإنسان مريض أو يمكن أن نعالج هذا الإنسان المريض بالأنانية نرى كل هذا بعد الفصل إذن كما قلت مستمعين الكرام بإمكانكم بعد رسائل ديلكم عبر الرقم 0482-106-800 كل أسئلة ديلكم حول الأنانية الدكتور عبد صمت رسائل حب تصل إليك دكتور عبد الصمت وأكيد أن لك مكان في قلوب الناس يعزونك ويحبونك نشكر أرابيل أنه فتحتنا هذه النافذة التي نتواصل مع المستمعين الكرام في بلجيكا وحول بلجيكا فأنا كذلك نبادلهم الحب والإحترام والتقدير واتمنى أن نقدمهم خدمة جيدة في حياتهم في دفع مسيرتهم الأسرية والمجتمعية جميل وهذا ما نسعى إليه بمشيئة الله كيف يصاب الإنسان بالأنانية؟ يعني كيف هذا الإنسان الجميل الذي خلقه الله في أحسن تقويم يصاب بالأنانية؟ وهل إذا أصيب بالأنانية يمكن أن نقول أنه مريض يحتاج إلى طبيب؟ نعم كل إنسان أول ما يولد لديه حب الذات الأنا نعم لذلك شوف الطفل يعرف كيف يدافع عن نفسه عندما يهاجم من كلب أو من حيوان أو 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 من أي شيء غريب شوف الطفل يهرب يعطي ظهر الطفل هذا لأنه عنده مغروزة الله غارز فيه حب الذات وهذا ليس غلط بالعكس هذا الصحي قلة الوعي عدم خبرة الأب والأم في التربية تؤدي إلى الأنانية لا تسمح له أن يشاطرك في الطعام لا تعطيه الخبز لا تعطيه العصير ليش تعطي صاحبك العصير؟ فمن هنا يبدأ التربية خطأ في البيت تعلم الأبناء أن يكونوا أنانيين هم ليسوا أنانيون منهما الصغر هم يحبون ذاتهم وهذا حق وطبيعي نحن من يزرع فيهم نحن من نغرس فيهم ذلك لا تخبر صاحبك لا تخبر معرفته لا تخرج لا تفعل بعض الأوامر التي تصدر الأبناء تجعلهم أنانيون في فرق بين حب الذات وأنانية نعم أنا إذا أعرف أن هذا الطالب المعاي في المدرسة ليس فقيرا ويستطيع أن يأتي بسندويش معاي يوميا صباحا نعم ابني لا يعطيه سندويش لكن ابني أقول له إذا علمته أنه جوعان ومحتاج وفقير وما عنده إمكانية أعطيه ففي فرق بين الحب الذات والأنانية والآباء للأسف بسبب بعض الأوامر الخاطئة وعدم الوعي لديهما يغرسون في الأنانية هذا واحد اثنين الضغوطات النفسية التي تقاعد نعانيها اليوم كثرة الحسد والعين وشوفوك في تحت حلاق أو كوفير أو شوفوه أستاذ محمد شاطر صار عنده برنامج إذاعي وناجح الكل يعمل إذاعة والكل يعمل برنامج بحالك عندنا هذا النوع من أن الناس يحبون الشيء سهل ما يحبون يجربون شوفوك نجحت في تجربة الكل يقلدك بالتالي أنت تضطر أحيانا بدأنا نضطر أنه نحمي أفوسنا من الحسد من الكتمان وهذا شيء مطلوب بعض الناس أساءوا فهم هذه الحالة وتحولت إلى أنانية إذن قلة الوعي في التربية قلة الوعي لدى الأفراد تجعلنا أنانيون تجعل البعض أفواً يستبدل حب الذات بالأنانية لكن ارتفاع الوعي والتفرق بين حب الذات والأنانية تجعلك تميز وحين تميز لا تكون أناني الإنسان الذي يصاب بالأنانية ويتربع الأنانية يصبح مريضاً نفسياً والأنانية لها مستويات المستوى العاشر في الأنانية يوصل لحد القتل هذا آخر مستوى مستوى يعني مستوى العاشر يعني هناك تسع مستويات تسع مستويات من الأنانية أخطرهم والعاشر العاشر والذين أمثلة يعني درسناها في الجامعة ويأتونا للعيادة دائماً أخ يقتل أخيه بسبب الأنانية قتل يعني مو يضرب قتل يقضي على حياته بسبب الأنانية حتى لو تيجي هو يفترض أن أخاه سيأخذ شيئاً في المستقبل فمن الآن أرحقته الأخوية صراع على ورثة صراع على منزل صراع على مال صراع 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 أنانية مطبيعية مفرطة ويذهب ونسي أن العطاء نماء ونسي أنه أنه من أعطيك هذا ليه يعتبر تنازل خاصة من تعطي الأخوك ولا تعطي زوجتك ولا تعطي الأولادك حتى بالإسلام أفضل الصدقة لأولادك صور يعني ولأهلك ولذويك والأقربون أولى بالمعروف والناس اللي حولك هم أولى بأن تعطيهم فهلست فهنا أنا من تعطي هذا الفلسفة هو ما ما يفهمه هو يفهم الأنانية أنه أخي إذا أصبح أفضل مني حالاً بالسيارة ولا بالمال ولا ولا هذا خطأ هذا خطر على حياتي هذا خطر على وضعي في ذلك المستوى العاشر جداً خطير بالأنانية تبدأ الأنانية بمستوى أول وهو أني من داخلي حزين أن الشاطر أخذ هذه الوظيفة مني هذا أول مستوى يجب أن لا تحزن عندما تشعر وأتمنى المستمعين الكرام يركزونه على النقطة هذه لأنه خطيرة جداً عندما تشعر بحزن أن فلان أخذ الوظيفة التي أنت كنت تريدها فأعلم أن لديك نسبة من الأنانية يجب أن لا الطبيعي أن تحزن لكن لا تشعر بألم داخلي لأن ألم داخلي يعني كره يعني حقد يعني درجة من درجات الأنانية يجب أن تؤمن أن هناك أرزاق وأن السباق مستمر والفرص تأتي للناس والأكثر استعداداً لاستقبال الفرص هو الذي سينالها بالتالي حضوط وما يلقى إلا ذو حظ عظيم فبالتالي عندما تشعر بألم داخلي هنا هنا درجة الأولى من الأنانية ثم تتطور إلى المستوى الثاني والثالث بالممارسة كلما مارست الأنانية ستجد نفسك واصل مرحلة التاسعة التاسعة محزنة يكون أناني مع أولاده يعني في قطعة لحم في البيت هذا سنأتي إليه لأنه أريدك دكتور أن تفصله لنا تفصيلاً لأنه الأخطر في نظري هو الأب أو الأم الأناني في البيت هذا هذا المستوى التاسع في قطعة لحم في البيت واحدة تعرف أحياناً في البيت ناس تأكل صباحاً وغداءاً خاصة العوائل الكبير فباقي قطعة لحم هو شايف أنه ابنه حاب قطعة اللحم يروح يأخذه من ابنه بدلاً ما يضع قطعة اللحم في فمي ابني هي أخذه هاي أنانية فهذا المستوى التاسع أنه أولادك الذي أنت أنت مخلوق لرعايتهم يعني أنت المفروض أن يوم الواحد فينا أسعد لحظاته عندما يسعد أولاده حتى هو يقول أنا أتعب علشان أولاده أنا عندي أولاد أنا عندي أولاد مسؤولين مني الناس تفتخر مشكلة أنه كثير من الناس يتوهمون أنهم يسعون لإسعاد أبنائهم لكن بأنانيتهم فهم يقتلون كل هذه السعادة لأبنائهم فقط لو سمحت أرجو رجاء يعني الإخوان اللي كي عملونا الآن الهاتف أنا قلت يعني من الصعب باش ناخده المكالمات لأنه غاي ياخد لنا وقت كتير رجاء نبعتولنا برسائل الأخت اللي قالت على أن البنت ديالها كاتب غيرها سبزاف وفي العمر ديالها تبغي تبغي رسها بزاف وفي العمر ديالها 12 سنة أريد حل من الدكتور الأخ أو الأخت اللي بعت برسالة صفر الرقم ديالك سالي 421 رسالتك ما وصلتش يمكنك تعودها رجاء لأنه وصله فقط على ما تسف ما قرهاش الكمبيوتر رجاء تعود السؤال ديالك دكتور عندما يكون الإنسان الآن مريض بهذه الأنانية هل يمكن أن نأخذه إلى طبيب أو هو بنفسه يروح للطبيب ديالك تعرف أنه أناني أنت تعرف أستاذ شاتر أنه الأنانية من أكثر الأمراض غلاء في معالجتها يعني أنا ممكن أخذ مبالغ معين على بعض الأمراض لكن الأنانية من أكثر الأمراض التي تحتاج إلى مصاري كثير حتى تتعالج منها الميزة أولى الميزة الثانية طبعا في كل العالم وليس في بلجيكا فقط الميزة الثانية هي مرض من الأمراض النفسية التي لا تراه يعني أنت الآن تكلمني مش عارف الدكتور مخلف عنده أنانية ولا لا من هنا هذا خطير أحيانا تجد مدير أناني أب أناني رئيس جمهورية أناني وهاي مشكلة لأنه بالأخير أنا مسؤول عن أولادي مسؤول مدير مسؤول عن موظفين ممكن مئة موظف رئيس جمهورية مسؤول عن ملايين الناس كيف تستطيع تشفى أن هذا إنسان أناني ما تستطيع تشفوه بسهولة بالتالي هي من الأمراض المضمرة تسمى مضمرة ويحتاج ومؤثرة بنفس الوقت لأن تؤدي إلى القتل يعني أنت أمامك أناني ممكن يقتلك الآن ممكن يقتلك علشان يحصل فرصة معينة من أمامك هاي نقطة ثانية نقطة الثالثة علاجة مكلف ليش والآن نتكلم عن كيف العلاج أولا تحتاج إلى تشخيص دقيق جدا عندنا معايير أسئلة معينا نستطيع أكثر من 17 سؤال من بعد العلاج يبدأ بجلسات مع مجموعة من الناس معينين لازم يجلس معهم ونخلق نوع من التنافس ونخلق نوع من التحدي بين المجموعة ويصير انفعالات يجب أنه سيطر عليها والراقب حدة الانفعالات بالتدريج تنزل بالتدريج تصعد يعني علاجها يأخذ إلى 6 أشهر جلسات تقريبا مطولة 3 جلسات أسبوعيا أحيانا نلجأ إلى أدخال إلى المستشفى المستوى العاشر يجب أن يدخل إلى المستشفى لأنه مشكلة عنده بالجهاز العصبي غير طبيعي يعني يستوجب أن يمكث في المستشفى تعرف هناك تصنيفات في أحدى الجامعات الأمريكية أنه الأنانية ضرب نوع من أنواع الجنون لأنه إلى ارتباط كبير بالخيال يعني الأناني قبل ما يفعل الموقف يتخيل وعنده درجة التخيل كبيرة جدا يرى الخيال بالألوان وبالصوت وبالصورة وبالمشاعر بكأنه الواقع بكأنه الواقع يعني أنا الآن أشعر أنه الشاطر سيقول للمذيعين أنه المخلف مش أوكي في البرنامج وسوف أستبدل أنا بدأت أتخيل الموقف ومشاعري كيف سأغضب فمن هنا أفعل الأنانية ويتولد لدي سلوك الأنانية فهو لديه ارتباط بالقيان فمن هنا الدراسات الأخيرة تدول أنه أناني مجنون كما حصل لصاحب الذي هو عطشان يعني يريد ماء وفي صحراء فهناك بيت قال أنا سأذهب إلى ذلك البيت وسأضق البيت وسأطلب ماء سيخرجون سيقولون ليس لي ماء أتخيل أشياء قبل أن تحصل وعندما ترق الباب قالهم أنا لا أحتاج إلى مائكم نعم ها بالضبط سممكن أنا شوي أسوي تشوك للمستمعيني الكرام يعني ندخل لهم دخلها شوية مختلفة بس هي في إطار الإنانية في احنا نقول ترجمتها في اللغة العربية هي أمريكية هذا المصطلح لكن ترجمتها في اللغة العربية أنا ترجمتها لطلابي في عدنا ضحية وفي عدنا شهيد شنو معنى الضحية والشهيد أضرب له مثال شاب باغي يزوج وزوجته شرط عليه أنه يجيب لها يجيب لها شقة أو غرفة أو بيت هو ما يملك ذهب إلى أمه ماما أنا بغي أزوج تمام بالبركة وأنا فرحانة جدا بس ماما أنا عندي مشكلة في زواجي يجب أن تعطيني الشقة اللي أنت ساكن فيها وأنت تقعد في الشارع ممكن قلت له على رأسه وعلى عيني لمت الأغراض وطلعت في هذا الشتاء البارد وجلست في الشارع وعطت الشقة لولدها عفوان علشان يعرس ويزوج فيه هذا الموقف يسمى ضحية الأم ضحية وليس الشهيد هذا خطأ تصرف الأم هذا خاطئ جدا طبعا الموقف الصحيح هو موقف الشهيد لماذا أنا سميته شهيد لأن الشهيد يستفيد مرتين شهيد الوطن يستفاد مرتين الوطن يكرمه وأهله يفتقرون فيه وفي الآخر في الجنة يستفاد مرتين الضحية يستفاد مرة واحدة أفرح ابنه وزوجته لكن ورح ما يصيره في الشارع صحيح في التالي كان المفروض من الأم تقول له ممكن أتقاسم معاك الشقة ممكن يا ولدي رح كون نفسك وتزوج هاي مو أنانية من الأم صحيح هذا التصرف صحيح هذه أنانية من الولد فلا تسمح لي أحد أن يكون أنانيا عليك كن شهيدا ولا تكون ضحية استفاد أنت واستفاد هو يعني أنت وابنك استفاد وقطعة اللحم اللي ضربنا فيها مثال قطعة اللحم واحدة في البيت وابني باقيها وأنا باقيها أقسمها بيني وبين ابني بدل ما أنا أخذها وأكون أناني ويخلي الولد يشوف ويخلي الولد يشوف كذلك موقف الشقة هذه والأم فهنا يجب أن نفرق أنا قاعد أحطي قاعد نحاول نرفع مستوى الوعي ونعطي أنثلة المستمعين الكرام حتى يفرقوا بين الأنانية وبين حب الذات وبين التضحية وبين أن تكون أضحوكة عند الناس يعني الأم أصبحت أضحوكة جلست في الشارع في البرد مقابل أن ابنها الأناني يتزوج في هذه الشقة جميل نعود بعد هذا الفاصل المستمعي إلى فضيل في هذه الفقرة إلى غاية العاشرة بحول الله أريد من الدكتور مخلف عبد السمد يعني كتير ما ننعت أبناء أنا في البيت أنهم أناني أنت أناني ما تعطيش لأخوك يلعب معك ما تعطيش لأخوك الكتاب ديالك ما تعطيش لأخوك القميص ديالك أنت أناني فكيف يمكن أو كيف الأبناء يتلقون هذه الكلمة كلمة أناني طبعا شرحت لنا قبل قليل أن نحن من يصنع من أبنائنا أنهم أناني لكن تكرار هذه الكلمة في البيت هل يكون لها تأثير على الطفل أنا ممكن أضرب مثال بسيط قبل أن نبدأ كثير من المشارقة عندما وصلوا بلجيكة أواجهتهم مشكلة مشكلة كبيرة وهو الخوف من الكلاب في الشارع حتى الكلاب اللي أليفة يعني كلاب لا تؤذي بعض المشارقة يشوف الكلب يهرب ويجون للعيادة دكتور عالجنا السبب أنه البابا والماما منهم أصغر نام ولا أجيب لك الكلب يعضك صحيح ادرس ولا أجيب لك الكلب من الشارع يعضك فأصبح في مخيلة الطفل أنه هذا الكلب عبارة عن حيوان مفترس بالجملة وبالكلية وأن هذا الكلب سيقتلني فإن من إجل أوروبا الظروف دفعته سوريا أو عراقيا أو 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 رأى أن الكلاب هنا تتعايش أن الكلاب هنا أصدقاء أليفة بل أن هناك أشكال وأرنب وأشكال مختلفة من الكلاب لم يراها في حياته الصغيرة والشعر فواجهته مشكلة ومن هنا نعرف أنه لا تكن أنانيا مع أخيك كلمة مؤثر جدا إذا كان الكتاب ملكا لإبنك فلماذا يعطيه لأخيه الذي ممكن أن يمزقه أو ممكن أن يأخذه قل سامح أخوك سكت أخوك احتوي أخوك أجمل من كلمة لا تكن أنانيا من الأشياء التي الدراسات الأخيرة أكدت عليها كلمة فاشل أنت فاشل الأم بتقوله أنت فاشل فاشل والأب يقوله أنت فاشل ويروح للمدرسة الأستاذ أيضا يقوله أنت فاشل فيؤمن أنه فاشل فلذلك لا يدرس ولا يطمح ولا يدعب نفسه لأنه سمع كلمة فاشل أكثر من عشر مرات يعني انت على الأمر أنت تبغي راسك بزعف صديقتها بتقولها أنت تبغي راسك بزعف والأم بتقول له والدكتور مخلف يقول أنت تبغي راسك بزعف والإعلام الشاطر يقول أنت تبغي راسي بزاف والمدرسة في المدرسة خلص آمنت أنه أنا وحدة مش قادرة أتعايش مع المجتمع لأنه أنا أبغي راسي بزاف الكل شهدوا أنه أنا عنده مشكلة وأبغي راسي بزاف فيجب أن نكون حذرين لا نلقي الكلمات الكلمة تؤثر جدا هذه سما خاصة الماما والبابا دولة قدوة دولة هما أنا بيعتبرهم أعلى ناس بالدنيا ممكن يعني يستفاد منهم وأبعد ناس ممكن يضروني فعندما يقولوا لي أنت أنانية أنت فاشلة أنت كذابة أنت ما راح تتوفقين في حياتك للأسف هاي كلمة كثيرا نسمحها طبعا إحنا هذه يعني جت في سياق الحديد ولا بد من الإشارة إليها نعلم منذ أن جئنا إلى هذه الدنيا نعلم أن للأبي وللأم مرتبة عالية نعم وخاصة الأم يعني الأم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى للأم ثلاث مرات وكذلك الأب يعني واحترامهما واجب وحتى الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وبالولدين إحسانا لكن وهذه هنا الإشكال يا دكتور عبدالصمت أي أباء يتحدث عنهم الله سبحانه وتعالى ويتحدث عنهم رسول الله الذين هم حقيقة يجب أن نضعهم إذا كان الأب أنانيا مريض بالأنانيا الأم مريض بالأنانيا يتسببون لأبنائهم فقط في التعاسة تعاسة في الحياة منذ طفولتهم نرى الآن بعض الشباب يعانون من مشاكل كبيرة جدا قد أوصلتهم كما قلت الدكتور إلى حد القتل إلى حد أنهم الآن في سجن يعانون فعندما تسأل هؤلاء الشباب يقول لك السبب الأب والأم أنا أقسم لك بالله وأنا مو من عدي أن أقسم ولوما الأمانة العلمية كان أنا يعني صر ريتك الدليل أنا أمس كنت أحاول إقناع أم أن تحب ابنها سبحان الله أنا أمس كنت أتوسل بأم أن ترى ابنها بعد انقطاع سنتين والخلل من الأم وليس من الإبن أنا أمس كنت أقنع أم لديها أكثر من خمسة أولاد تحب الأربعة إلا هذا الواحد لأنه فقير ماديا أنا والله عندما طرحت السؤال أقول هما أدراها لكن فعلا هذا مرض منتشر الآن أصبحت الأم ليس أما بعض الأمهات طبعا ما احترامتنا لأمهاتنا وبعض الآباء ليسوا آباء يعني أبدا ولا يليقون بهذا التسمي ولا بهذا المنصب هم مجرمون أكثر منهم أبا أقسم لك بالله أني أمس قبل أن أتج إلى الأم درست حالة الشاب من أول يوم انولد فيه لين اليوم بالأدلة هل هناك خلال مسيرتي في حياتي هل هناك أي إساءة للأم أو للأب لم أجد طيب شنو المشكل أنا سألت الأم قلت لي شايف لما أقول لك أنا الآن داعيك لأسبوع القادم على حفل نعم وتقول لي والله قد أكون مشغولا في مثل عندنا في علم النفس لا تقول إني مشغول قل إني لا أريد صحيح عندما الأم تضع أعذارا لكي تبرر عدم رؤية ابنها سنتين فأعرف أنها لا تريد صحيح أوتوماتيكيا يعني أي عذر لأن هذا في شيء فطري إحنا كلنا آباء ونعرف أنا أولادي يوميا إذا ما أسمع صوتهم وأكلمهم وأجلس معاهم بعد المدرسة وقبل المدرسة ما أتاح نفسيا أحس أن هناك شيء خطأ وكل الآباء والأمهات هكذا أولادهم وأمهات وأبنائهم في عيونهم لكن الآن أمام نوع جديد من الأمهات ومن الآباء الإبن اللي يخدم واللي عنده سلري واللي عنده عقد عمل واللي عنده أوراق هذا هو الرقم واحد الإبن اللي يعطيني أكثر من الآخر هو اللي أحبه وكأنه أصبحت موضوع موضوع الفائدة والمصلحة السؤال القاتلة لأنه السؤال المهم هو من أوجدني في هذه الدنيا أنت وأنت يا أبي هل أنا اختاريت أن أكون موجود أغلب المستمعين لو تسألهم تحبون تكونوا موجودين يقولك وليتني لم أكن موجودا أتحمل هاي معاناة الدنيا والصعوبات والحياة والبرد والبرد الأفضل ياريتني كنت معدوما وترابا ولم أكن موجودا فأنت من أوجدتي أنت قررت اليوم تزوجي فلان وتنجبوا أولاد فالطفل ما له ذنب أنت من سميتي هو أنا من ولدت وجدت نفسي مغربيا عراقيا سوريا لم أتدخل في طريقة اختياري للأب والأم في ذلك لماذا تحمليني ما لا أطيق ولماذا تحملني ما لا أطيق فهذه يعني معضلة كبيرة جدا نواجهها اليوم مع نوعية من الآباء والأمهات ما كنا نستجري قبل عشرة سنوات أن نتحدث هكذا عن مقامات الآباء والأمهات لكن اليوم نواجه هذا شيء وقبل كان الجميع يرفض يستمع لما تجي أنت تشكي من أمك ولا من أبوك يقولك أنت كاذب بالجملة وبالكلية ما في أب وأم ممكن يعملوها اليوم أنت مسخوت أنت مسخوت مستحيل اليوم أنا أو أنا ما أسترجع أن أكلم أم إذا ما أقدر أدرس حياة الشاب هذا بالفعل هل هو صادق فيما يقول حتى أستجري لكن إحنا أمام نوع من الأنواع هذه طبعا أنانية الأب والأم تدري في أي مستوى في المستوى التاسع للأسف للأسف يعني واصلة مرحلة مستفحلة مستفحلة جدا أنه وصل في مرحلة التاسعة أنه أب وأم في هذا المستوى من الأنانية إذا كان أب وأم خلصنا يعني الجزء الأول سنعود إلى الجزء الثاني بعد مجزة العشرة يبقوا معنا مستمعي الأفضل ومرحبا بكل الأسئلة ديلكم حول الأنانية كما تتبعون معنا الجزء الثاني من برنامج كوماش دهرليك مستمعي الكرام اللي كان استدفو فيه الدكتور مخلف عبد السمد للحديث عن الأنانية إذا الجزء الأول حول دكتور أنه يوضعنا في الإطار الصحيح دي الأنانية ونفرقها مع حب الدات حب الدات مرغوب ومطلوب بينما الأنانية هي مرض في درجات وأخطرها الدرجة العشرة ندخل الآن دكتور مع أسئلة المستمعين اللي هي كثيرة وفي نفس الوقت نحن نقرب المستمعين من الأنانية نبدأ فين انتهت دكتور رسالة من الأخت الكريمة أمي كتبغي إحنا مجموعة دي الخوت عندها واحد هو المفضل هو السيد هو كل شيء بأنانيتها تقتلنا نعم هذه من الأسئلة الحقيقة الغريبة يعني بس في الفترة الأخيرة يعني خاصة أن آخر سبعة أشهر أغلب الأسئلة تأتينا للعيادة هو حول هذا الموضوع نقول باختصار كيف تتعاملين مع أم تفضل أحد أبناء على الآخر أنا ليس مطلوبا مني وليس واجبا علي وهذا فوق طاقي طبعا أني أتحكم في قلوب الناس أنا ما أستطيع ما أستطيع أن أدخل إلى قلوب الناس وأجعلهم يحبون في بعض الناس كارهيك على طول الخط وفي بعض الناس حابيك على طول الخط وبالتالي ما تستطيع أن تدخل إلى قلوب الناس وتتحكم بها والمعبول أنك فقط تقوم بواجباتك شو المطلب منك الاحترام التقدير الكلام الطيب الواجبات إذا مرضت أزورها إذا عندي مصاري وفلوس أعطيها إذا استطعت أخدمها لكن هل يمكن أن أقول أنه نوع من النفاق أنافق لا 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 هذا واجب عليك أن تحترم أمك هذا ليس نفاقا التملق ليس نفاقا هذا هو أن واجباتك أن تحترم أنا أعرف أنها لا تحبني ولا تفضلوني وتكرهوني لكن أنا أقوم بواجباتي لا يجوز لك بأي حال من الأحوال أن تقاطع أمك وأبيك لا أتكلم من ناحية دينية أنا أتكلم من ناحية نفسية الإنسان الذي ليس له أم وأب يعاني صحيح والإنسان الذي خاصة الذي أم وأب أمامه موجودين في الحياة ولا يعني يتواصل معهم يعاني نفسيا فلذلك مطلوب منك لأنك قدوة لأبنائك أبنائك يشوفون الشاطر كيف يتعامل مع أم وأبوه صحيح حتى لو كانوا ميتين هل يذكروهما يوميا هل يحاول زيارة قبرهما أولادك سيتأثرون أنت فكر دائما بأولادك أمي أنانية أبوي أناني ما قادر أتواصل معهم بأي حال من الأحوال أحاول بأي طريقة أن أكون إيجابيا لأجل أولادي ثم لأجل نفسي فالخلل هنا وين الخلل في الطرف الآخر وليس فيك والطرف الآخر حتى يتعالج جميلة بلادكتور طبعا هو رافض بالكلية وينكر أنه أناني فبالتالي عليك أن تقوم بواجباتك فقط لا تتحاور لا تتناقش لا تتهم بالأنانية لا تحاول التقرب لأنه لا ينفيد بشيء فقط سيحرك المياه الراكدة ويشعل بركان الغضب بينكما وهذا ليس لا نريد ليس ما نريد أن تصل إليه ما نريد أن تصل إليه القيام بواجباتك أمام نفسك وأمام أولادك فقط واكتفي بذلك سؤال آخر من المستمعين هل يمكن أن نواجه الأناني بالنفس أنانيته يعني أتعامل معه كذلك بأنانية كيف أتعامل مع الأناني أولا هو مريض أحاول أن لا أن نعدي منه مواجهتك بالأنانية ستجعلك مثله وقد تتمرض وتأخذ من مرضه لكن كيف أتعامل معه المثال الضربنا في الساعة الأولى لا تكون ضحية يعني الأم اللي قالت ولدها قال لها أخرجي أخرجي من المنزل لا حبيبي أنا لن أخرج من المنزل أقسمه بيننا أعطيك نصفه اذهب أنت وكوّن نفسك ثم تزوج لكن لا تكون أنانيا كن واجهه بالحقيقة حاول أن تكون شهيدا ولا تكون ضحية وهذا هو الحلاج أما إذا حاولت أن تجاريه بالأنانية قد تجد نفسك قد عديت من هذا المرض دون أن تدريه وصعب أن تخرج من المرض نعم سؤال من أخت كريمة تقول بس عفوا هنا مناحظة مهمة إذا كان الأناني في المرحلة التاسعة وأنا جاريته في المرحلة التاسعة في أنانيته سأصبح أنانية في المرحلة التاسعة يعني نفس الحدة الأنانية لك أن ننتبه وقد يدخل إلى المرحلة العاشرة وهذا الأكثر يجب أن ننتبه سيدة تسأل تقول دكتور هل وأريد إجابة صريحة منكم هل الرجل هو أكثر أنانية من المرأة أو من عكس لا يوجد الكل يحب ذاته والكل أذكياء وليس هنا غبي يعني حتى بعض الرجال يقول لك المرأة أكثر ذكاء لا ما في هذا الكلام كلنا أذكياء كلنا يبحث عن مصلحته كلنا يحب ذاته وهذا حق مشروع لكن ليس على حساب الآخرين فأتحول إلى أناني فحقيقة علميا ليس هذا الكلام له أي أساس منطقة للرجل أناني أو المرأة أنانية كلنا نبحث عن عن مصلحتنا الشخصية وما يفيدنا ونحن ندور حول فائدتنا يعني لو أمو أرابل والأستاذ الشاطر يعطينا فائدة ما نستمع اليوم لو أمو تعطيني حنانا ودفء عاطفي ما أتواصل مع أمي والأم لو أمو ابنها يعطيها وهكذا فذلك اليوم هذا قانون جديد يجب أن نتعلمه وان وان أنا أستفيد وأنت تستفيد لكن لا يوجد أحد أذكى أو أكثر أنانية من آخر الآن نصل إلى أسئلة الأسبوع الماضي دكتور واللي خلتنا أننا كما وعدنا المستمعين سيكون معنا الدكتور مخلف عبدالصمد للإجابة عليها إذن نلبي طالب المستمعين المستمعات نبدأ بالأخت الكريمة زوجي يعتبرني جارية له في البيت يعاملوني بأنانية قاسية في كل شيء وأنا الآن حائر لا أعرف ماذا أفعل نعم وهذا يقودنا إلى الضحية والشهيد نفس المصطلح التي تستخدمها في الساعة الأولى طبعا الحالة هذه يجب أن أتمنى من كل زوجة تسمعني الآن أن لا تطبق ما سأقوله لأن لكل حالة خصوصيتها أكيد كل حالة خصوصيتها احذروا من تدمير البيوت لأن بعض الناس يسيئون الفيما ما يليق للأستاذ الشاطر واللي مخلف قد لا يليق لكم لذلك انتبهوا نحن الآن سنجيب فقط على هذه السيدة التي أعطتنا حالتها نعم أول شيء يجب أن تسأل نفسها سؤالا لو افترقت عن زوجي الآن كم سأخسر وكم سأربح إذا رأت أن مكاسبها أكثر فعليها أن تنفصل عنه إذا كان هذا الموضوع طويل من فتاة طويلة إذا رأت أن خسارتها ستكون أكبر أولاد أوراق أفلوس ما عدا شهادة ما عدا بيت ما عدا أهل ما عدا مكان تروح له إلى أخي خسارة كبيرة فعليها أن تطلب منه أن تطلب منه أن يتحاوروا فيما بينهم عند استشاري أسري أن تحاول أن تصل به إلى هذه المرحلة استشاري أسري وموجودين في بلجيكا منتشرين استشاري أسري هل سهولة يقناع أناني؟ أن تحاول أنا أقول أن تحاول أن تذهب هي وهو عند استشاري أسري تحت حجة أن أولادنا سيتضررون من خلافات اليومية تحت حجة أن المشاكل كثيرة وأنا ممكن أنجلت وإنت تموت وإحنا نريد أن نكون سعداء يجب أن تأخذوا إلى استشاري أسري ويتحاكمون إليه وموجودين في بلجيكا وحتى أغلبهم خراتس يعني بدون مقابل يطلبون استشاري أسري يأتيهم إلى البيت ويجب أن يتجوا إلى استشاري أما إذا شافت أرباحها أن لن تخسر إذا تركته فعليها أن تتركه الآن وأين هو ذكاء المرأة واستعمالها لأسليبها الجميلة الذكية للرجل حتى يلين حتى يخضع يجب أن تستعمل كل هذه الأسلحة الأناني لا يعرف معنى الحب بين الحب وبين الإنسان الأناني مسافة كبيرة جدا فلا تستطيع أن تزرع نبتة في أرض قاحلة لا يمكن زراعة فيها لكن ممكن أن تصل إلى أنصاف الحلول بالحوار أنا ما أريدك تحبني أنا أريدك تحترمني وهذا أبسط حقوقي الإنسان إذا حرم خمسة أشياء سيموت سينفجر سيغضب وهذا حقه من ضمنها الاحترام والتقدير فالمرأة التي تشكم الرجل أناني يهينها يضربها يبارس العنف عليها بل يخونها علنا علنا بكر عفوا بل يخونها علنا فبالتالي هذا يعني بواصل مرحلة بعيدة عن الحب لكن الأفضل هنا الذهاب إلى استشاري أسري إذا كان خاصة بينهما أطفال وأكرر هذا ليس لكل المستمعين الكرام وليس لكل الحالات لكل حالة يجب أن تدرس وتفصل يعني ممكن الواحدة اليوم عندما مشكلة مع زوجة تطلب الطلاق أرجوكم خلنا أكثر وعي في هذا المسألة في الأسبوع الماضي مررت حالات شابة انتحرت مع الأسف الشديد تركت رسالة على الواتساب انتحرت انتحرت مباشرة يعني كانت قد وصلت إلى مرحلة هذا ما قلته يا دكتور الخيانة المباشرة عمدا وقصدا لإهانتها وفي بيتها وفي فراشة وظر برأسك في الحت وفعلا يعني دربت رأسك في الحت أعمل اللي بالدكية دربت رأسها بالحيط وماتت وتركت طفل فهنا ماذا نقول ماذا نقول الانفصال أفضل يعني بعض الناس يفهمون أن الطلاق هذه ليست شهيدة وإنما ضحية هذه ضحية لأنه لم تخرج يجب أن نعرف أن الطلاق ليس مشكلة الطلاق حل حل يعني حل من الحلول أستاذ يعني خيار من الخيارات اللي الله يعطيها قدامنا ومن قال لك أن الدنيا تقف على هذا الرجل أكيد ومن قال لك أن الدنيا ستقف على هذه السيدة الدنيا لا تقف على أحد لكن أنت عندك خوف من التجرؤ وفي ذلك تضع نفسك في هكذا المشكلة مرض السكري الغضب الانتحار اللي تكلمت عنه كثير أمراض نفسية تأتي من سبب هذه العلاقة الغير صحيحة المبنية على أسس غير صحيح الرجل الذي يخون بهذه الطريقة هذا مو بس أناني في المرحلة العاشرة هذا خلاص هي سمحت له أن يدوسها صحيح نعود لأسئلة المستمعين بعد الفاصل الوقت يمر بسرعة طبعا سؤال لي جاء من أحد الإخوان هل الأناني يعرف الحب أجابكم قبل قليل الدكتور الأناني مع الأسف الأردن لا تعرف الحب طلب منه الطلاق مرارا ويرفض طلبت منه الطلاق مرارا وهو يرفض ويقول لا ولا تفعل بحياتك ما شئت معاناتي شبه معانات الأخت التي ذكرت أموها أنا أنصر يعني السيدة المرسلة هذه الرسالة أن تتواصل مع استشاري ضروري قبل أن تتصرف أي تساري نعم لأنه كل ملف كما قلت له حتى لو كانت حالتك مشابهة للسيدة اللي فصلت إنا على حياته وإحنا لخصنا ملخص اللي طرحته يجب أن تتواصل مع استشاري لكي يفهم وضعك لأنه حتى قانونيا يجب أن نشوف وضعك شو وضعك قوي قوي يساعد الطلاق أو لما يساعد وأن نفسيا علميا كل شيء يجب أن يدرس قبل اتخاذ القرار أنا أناني وكان اعترف وكان حب غير راسي ولادي والمرديالي وكل من يعرفني يعاني ومعايا حتى أصدقائي هاجروني دكتور مخلف شنو السبيل للتخلص من هذا الأناني راجع أقرب دكتور في أقرب أحيي هذا الرجل نعم أحيي على صراحة وضوحة شوف يتصنبنا كثير من النساء للعيادة فأول سؤال يسألوا للسكرتير عندما يسجلون الحالة أنا زوجي عندي خيانة مع زوجي زوجي خائن وجاي أتعالج فالسكرتير يقول له مباشرة مو أنت اللي يجي وأنت تعالجي زوجك إذا استطعت أن تقنعي زوجك أني أتي فمرحبا أما أنت فلا تأتي ولا تضيع وقتك نعم الاعتراف بالمرض هو أول خطوة للعلاج منه جميل فاعترافه دليل أنه سيتعالج وأبشرك أنه بمجرد أن يذهب إلى أقرب استشاري سيتعالج بسرعة لأن الاعتراف والإقرار ومعرفتك لذاتك سبيل النجاة خلاص هو مادام عرف نفسه وعارف ومحدد شو بده وعارف الأخطاء اللي عنده سيتعالج وبسرعة إذن الحمد لله أنه أقر على أنه يؤدي أبناء زوجة دياله حتى من أصدقاء هاجروه لأنه أناني بشكل كبير ويعتارف الآن ممكن فقط يذهب إلى استشاري تعرف حضرتك أنه إحنا بخلال رؤيتنا للرؤساء ويتكلمون بالتلفزيون أو المذيعين أو الناس نقدر نكتشف أنه عندهم أنانية تدري كثير من المذيعين أو الإعلاميين أو ناس الغرور يقودهم اللهم لا يتجعلنا منهم اللهم أنت لست منهم كثير من الشهرة والسلطة تجعلك أنانيا فهو أناني من حيث لا يدري ونحن كمختصون نستطيع أن نستشف أنه أناني فنقول لماذا لا يتعالج مسكين لأن هذا الأناني نومه غير صحيح أكله غير صحيح ما يستطيع أن يستمتع أبدا في حياته لأن هذا المرض ينهش في جسمه نهشا وطبعا ذكرت لنا في بداية الأمر أن الأناني قد يكون رجلا سياسيا قد يكون عالما بل هم المستهدفون بالأنانية من غيره حتى علماء الدين نعم زوجي يدخن رغما عني وعن أبنائه يشرب الخمر رغما عني وعن أبنائه في البيت يتصرف هو السيد وما لي ما عجبوش الحال كما نقول وكما قالت الأس يقول نشربه البحر كما يكتركوا كل إخوان هذه الكلمة هذه هل هو أناني أم محب لنفسه وسلطوي ما هو الحل للدكتور هو أناني في الدرجة العاشرة نعم الذي يدخن أمام أولاده الذي يشرب الخمر أمام أولاده الذي يجب الاحتياط منه الذي يدخن أكرره الآن على هواء مباشرة الذي يدخن أمام أولاده والصغار في البيت أو في السيارة يدخن أمامهم ويشرب أمامهم ويخون أمام زوجته بدون بغصب وفراشها هذا أناني من الدرجة العاشرة يجب الاحتراس منه هذا يضرب وأنا تحدى أي سيدة الآن تقول لي من تعاني من هذا حال أنه لا يضرب أو سيدة الآن أنا تسألة تقول لك نعم يضرب هذا يضرب وبآلات حادة وبشكل قاسي جدا حتى يضرب أولاده لذلك يجب الاحتراس منه هذا الرقم واحد والتعامل معه كإنسان مريض وأنا أيضا ما أستطيع الآن تماما يرتكي بإجرام يعني بتدريج والآن أنا اليوم لما أعطي السم لأولادي وأشجع أولادي بطريقة أقوى طريقة للتعليم هي الطريقة الجسدية أنه أنا أقوم الآن أشرحه لك بوسائل إضاحة هو الآن لما يمسك السيجارة أمام أولاده ويدخن ويشرب الخمر أمام أولاده هذه مو بس قاعد يعلمهم وقاعد يقنحهم وقاعد يحببهم هذا قاعد يغرسها فيهم الأسبوع الماضي قالت أخت كريمة يعني قالت أن الزوج لما الإبن يبكي يعطيه كأس من الخمر يشربه نعم نعم وبعض الأمهات حتى نتكلم موجودة الحالات وسوت مشاكل يعطون حبوب منومة للطفل حتى ينام حتى يسكت عن البكاء وأكثر من الأطفال ذهبوا إلى المستشفى المحالات وهذا يعني أنانية أنا أريد أن أنام وأسكت الطفل بشيء مضر حتى أخلص أنا أرتاحه وهو ينام هذه أنانية من الدرجة العاشرة العاشرة الإجرام طبعا لما أنا أتجرع أضع عقار للطفل عمره أربع سنوات منوم حتى ينام هذه أي أم هذه وأي قلب هذه طبعا أريد طفل طفل تاني أريد طفل تاني وأتوسل إليها لكن هي أقسمت على عدم الإنجاب حتى لا تضيع جمالها ورشقتها وهي تريد أن تحرمني من الأبناء لأنها تريد أن تحافظ على الرشقة وطبعا تبقى جميلة هل هذه السيدة أنانية وأنا فعلا أردد لها هذه الكلمة دائما لأنها لا تفكر إلا في جمالها ورشقتها أي إلا في نفسها على حساب حاسيسي ماذا أفعل دكتور عبدالسامر يجب أن نسمع منها هل هي رفضت بالكلية أم قالت بعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة ممكن يجب أن نسمع منها من حقها يعني أنه من حقها أن تؤجل لكن ليس من حقها أن تتوقف في فرق بين التأجيل والتوقيف في من حقها أن تقول بعد عام عامين ثلاثة لكن إذا كان الرجل كبير بالعمر ومريض وبعد سنتين وثلاثة ممكن ما يكون هو قادر هذا تختلف الحالة لكن من حق المرأة أن تؤجل الإنجاب كما هو حق الرجل يقول لك أنا خليني أنتقل إلى بيت أكبر خليني أحصل سلري أكبر ومن بعد ننجب من حقهم التأجيل والتخطيط لكن ليس من حق أحدهما أن يمنع نفسيا وقانونيا طبعا ذلك وهذه أنانية اللي يقول لك أنا لن أنجب أطفالا أنا أتزوجك بشرط وهي موجودة كثير ما في أولاد هذه أنانية ولكن المرأة اللي تطلب من زوجها لا أنجب لأنني أريد أن أحافظ على الرجل إذا قالت نفيا قاطعا لن أنجب طول حياتي محافظة على جسمي وإحنا كنا نعرف أنه فترة إنجابية محدودة ليست طول العمر إذا قالت لن أنجب أبدا حتى أحافظ على جسمي وهو وهو هذه أنانية طبعا أنانية من مراحل السابع أو الثامنة نعم إذن هذه أسئلة اللي كانت الأسبوع الماضي نتمنى كل مستمعين المستمعات سمعوا الإجابة على الأسئلة ديالهم اللي طرحوا وإحنا بقيا نستقبلوا الأسئلة ديالكم عبر الرقم 0488 106 أي تبعتوا لنا برسالة كيف لاحظتم ما كان أخذوش مكالمات لأن الوقت لا يسمح بذلك نتمنى أنكم تبعتوا بالأسئلة نزيد من الأسئلة ديالكم عبر الرسائل كما قلت طلبتوا منه الطلاق يعني نفس هذه الحالة اللي ذكرنا سبحان الله يعني تكرر اللي تحب تطلب الطلاق من زوجها يجب أن تذهب إلى استشاري لأنه الملف الطلاق معقد جدا يعني هناك من يعاني من أنانية يعني وصل إلى حد كما قلت الهدكتور إلى درجة حشر يريد أن يتخلص هنا يجب أن تتطلق اللي تصل إلى مرحلة مع زوج أناني وما منه رجاء يعني نفس الصورة يعني نفس ممكن نعكسها يعني ربما الرجل يكون طبعا هناك نساء أنانيات كثير في موضوع الإنجاب في موضوع أنه أنا ما أعطيك اللي أنت تريده ولن أسمح لك أن تذهب وتحصل ما تريد بنفس الوقت هذه أنانية غير طبيعية يا فلان أنا من حقي أن زوجتي تطبخ لي من حقي أن زوجتي تطبخ لي طعام لذيذ أنا من حقي أن زوجتي تلبس لي هذا اللبس من حقي أن أرى زوجتي بهذا الملابس بهذا الشكل بهذا الستايل بهذا الشيء لا يعني لا ترحم هي تروح به فقط للعرس للعرس لا أبدا وهذه الأنانية طبعا وهذا كله ما رده إلى الحب لأن نحن قلنا الأناني لا يعرف شيء عن الحب لذلك حاول أن دائما يعني كما كان يقول والدي رحمه الله ابحث عن الناس ولا تبحث عن المال يعني ابحث عن الحب بينك وبين الزوجتك ولا تبحث عن الماديات كلما كانت العلاقة بين الزوجين مبنية على الحب والاحترام سيكون هناك عطاء متبادل لكن الأنانية لن تعطيها لأن الأنانية لن تعطيها حبا حتى لو أعطيت أموالا لإنسان أناني لن يتغير ولن يتفاعل معك طبعا دكتور سنواصل ولازلت الأسئلة تصل من اتباعا من المستمعات في الوقت المتبقي سنحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة هل نستطيع أو يستطيع أحد مني بدون الأخصائي هل مثلا أنا أستطيع أن أغير مثلا زوجتي إذا كانت أنانية أو الزوجة هل يمكن أن تغير زوجها إذا كان أنانية هل يمكن التغلب على هذه الأنانية فقط بالحوار بالحب ونحن ذكرنا أن الأنانية لا يعرف العب أنا أنصح لمستمعين كرام بوصفة سحرية مثل من نسميها دائما الأنانية من المرحلة الأولى إلى المرحلة السادسة يمكن علاجها بالمشاركة بالمشاركة بمعنى ابني دائما أتشارك معه لقمة الخبز أتقصد يعني أنا الجالسة أأكل عندما أضع اللقمة في فمي أضعه في فم زوجي أولا بنفس الملعقة بنفس الفرشات قطعة الخبز أحاول متقصدة متعمدة قبل أن أضعه في فمي أضعه في فم زوجي أو ابني ثم أضعه في فمي هذه المشاركة المستمرة ستجعل الأناني يتخلى عن أنانيته سبحان الله خصوصا في الأكل الإنسان عند الأكل يكون في العقل لا وعل الكل يهجم على الصحن ويفكر بنفسه لكن أنا في هذه اللحظة اللي كنت أفكر فيها في نفسي وأنا أتناول هذا الطعام زوجتي خالفت التوقعات حملت اللقمة ووضعتها في فمي أمي خالفت توقعاتي أنا ما فكرت في أمي أن أضع اللقمة في فمها أخذت اللقمة وحطتها في فمي فالمشاركة من أهم العلاجات للأنانية خصوصا بمراحل المتقدمة الأولى حاولي من اليوم أن يكون السيستم والنظام والشي للديري بكل الأحوال مشاركة في حركة جميلة أطلبها من الزوجات تعملوها جميلة جدا هي وإنتي نايمة بعد نصف ساعة من نومك مع زوجك قومي على الدليل والفراش والبطانية وتأكدي أنه نايم مزيان طبعا النوم رح يتفاجأ لأنه لما ننام كل واحد يروح بعالم آخر وننفصل عن بعض لماذا أنت وسط الليل قمتي وحاولتي أن تتأكدي أني أنا ما في برد علي فهنا سيحس في المشاركة كما أن الطفل يعشق هذه الحركة أنه أمه تدخل عليه في وسط الليل قبل الفجر تتأكد أنه نايم مزيان وأنه البطانية مش نزلت من السرير وأنه ما في برد عليها وأنه أمور طيبة كذلك الزوج يحب هذا الشيء هذا يسمى المشاركة قبل أن أشرب العصير وشربه العصير قبل أن أأكل اللقمة خصوصا بالأشياء اللاواعية في الأكل في العصير في الشوكولاتة هذه المواقف التي يصير عليها معارك والإنسان ينسى بها الآخر عندما يرى الأكل ينسى الآخر خصوصا عندما تكون في قمة التعب وفي قمة الجوع حاولي أن تبادري بالمشاركة معه تلك اللحظات لكي يشعر أنه أنه خطأ لأنه أنا في هذه اللحظة ما فكرت بالأستاذ الشاطر هو فكر بيه فبالناسي يتخلى عن نانيتي هذا وصفة سحرية جربوها لمدة أسبوع هذه الوصفة السحرية جعلتني أفكر في سؤال جميل ربما دكتور ما رأيك في أب أو زوج أو زوجة يتعمد أن يظهر الحب للأطفال أكثر من الزوج أو من الزوجة يعني يغيضوا نعم يظهر له أنانية يعني هو يقول له لماذا أنت أنانية أكثر لماذا تعطي الحب للأولاد أكثر ما تعطيش لي أنا أنا قلت لجنابك في بداية الحلقة أنه الأنانية خطر وفيها إيذاء للآخرين من الداخل فهو يستمتع الأناني يستمتع حين يؤذي الآخر سبحان الله يستمتع يحس بمتعة ولذة ما بعده لذة زين أنا كيف أظهر الأنانية الأنانية أنت وحدك ما تستطيع أن أظهر أنانيتك مع الآخر لازم يكون مجموعين على شان تظهر الأنانية في إن جمعوا الكل فأنا أبين لهم أنكم محترمون وزوجتي غير محترمة فهو هنا أناني أو واحد من أولاده يمارس التفريق على واحد من أولاده أو يمارس التمييز على زوجته أمام أولاده أو العكس أو المتزوج الزوجة لديه أولاد من غيرها يمارس الأنانية عليها أمامهم هذه كلها من أنواع الأنانية عندما أميز وأحتقر هذه نوع من أنواع الأنانية وهو يستلذ ويستمتع ويشعر في حالة نشوة كأنه شارب كولا مليئة بالسكريات وشوي شوكولاتة مليئة بالسكريات والفيتامين السعادة شغال عنده مستمتع جدا فهي نوع من أنواع الأنانية جميل سنصل إلى آخر الكلام بعدها دكتور طبعا نصل إلى ختم هذه الحلقة عشر دقائق سنحاول استغلالها فيما تبقى من بعض الأسئلة هل يمكن دكتور أن نعتبر الإنسان الأناني منافق أو هل يمكن أن يتحول الإنسان الأناني إلى المنافق أو شكون هي الدرجة الخطيرة وش النفاق أو الأنانية حقيقة النفاق شيء والأنانية شيء والأنانية أخطر الوجه التشابه بين الأنانية والنفاق أن الأنانية مضمرة كما أن النفاق له وجه مضمر مخفي فهو يخفي أنانيته كما المنافق يخفي الوجه الآخر عن الآخر لكن مختلفان أبدا طبعا الأنانية أشد وطأة وأثرا وسلبية من النفاق إذن المنافق عنده الدواء المنافق لديه الدواء وممكن تكتشفه بسرعة لأنه مثلا يجيك شخص آخر يقول لك أوه دكتور مخرف قال عنك هكذا وهكذا وهكذا يقول لك أخي كان عندي في الصباح وذكرني بخير آه إذن هذا منافق اكتشفتنا بسهولة لكن الأناني تجده أب لأولاد أو مسؤول أو سياسي ونوارس الأنانية فعندما تذهب إلى بيته تكتشف أنه أناني يعني يجب أن تبدل جهدا حتى تكتشف أنه أناني أو لا تعاشره تسافر معه تبايعه تأكل معه لكن المنافق لا بسهولة تستطيع أن تكتشف أنه منافق يجالس عندك ويتكلم على الآخرين أوه هذا منافق نعم دكتور حتى نغلق هذا الملف ما هي الرسالة التي يمكن أن يوجهها دكتور لكل من يعاني من هذا المرض رسالة في هذا الصباح حتى نجنب أبنائنا نجنب أزواجنا من هذه المشاكل حتى نحاول على الأقل التخفيف من هذه الأنانية الزائدة التي قد تصل إلى درجات خطيرة درجات تسعة والدرجة العشرة كما ذكرتم نعم أو قبل أن نبدأ بالرسالة لأن الرسالة ستكون شوية شديدة أحب أن أقول أن الأنانية موجودة من هابيل وقابيل من يوسف عليه السلام مع أخوته من ذاك الوقت الأنانية موجودة إذن يوم أنا لا تتكلم في موضوع جديد لكن يوسف وهابيل وقابيل لو يعرفون أن الأب والأم أصبحوا أنانيان الآن في عصرنا هذا لن جنوا لن جنوا يعني يوسف وهابيل وقابيل الذين مورست في عصرهم الأنانية لو يعرفوا ما مدى حدة الأنانية في عصرنا اليوم في 2017 وحين داخلين عين 2018 صدقني لما تحملا ولا ما صدق ولا قالوا هذه من أساطير الأولين فلذلك من هنا أقول للأنانيون الجدد الأنانيون الجدد الأب والأم اللي مفروض يكونون هما أرحم الناس أرجوكم لا تجعلوا من أبنائكم ضحايا لا ليس بإسم أنا خايفة على بنتي وأنا خايف على ابني أكون أناني ليس بإسم أن أريد أشجعهم وأريد أحفزهم أصنع منه أناني جديد المجتمع في غنى عنه المجتمع ليس بحاجة إلى أنانيين أنا أنا اليوم الأناني شون تعرفوا بالسيارة لمن ما يسمح للمشات العبور أن يعبروا في هذا البرد القارس ويريد هو بالقوة يعبر بالسيارة يا أخي اسمح للآخر مطر وثلج في بروكسل خليه أي عدي الشارع بعدين أنت مر بسيارتك أنت جالس تحت السيارة في تدفئة وأمورك تمام خلي العابر يمشي لا أرجوكي وأرجوك ليس بتحت تيافطة كن قويا يا ابني ولا تسمح للآخرين أن يغربوك أن تصنع منه أنانيا كل هذه المبررات لا تسمح علموا حب الآخر والشراكة مع الآخر ومشاركة الآخر نحن في بلد يتحدث ثلاث لغات ومتشاركون ومتعاونون ونعيش تحسقف واحد فمن هذا الباب أرجوكم يا أب ويا أم أنتم مصدر الأنانية يعني فينك في الأب في من إمكانية الأب والأم أن يكونوا مصدر إلهام أو مصدر أنانية فلا تجعلوا من المبررات وضغوط الفواتير وضغوط الحياة ووجود الناس السيئة الكثيرين في هذا الزمن والخوف على أبنائكم مسوغ وحجة لأن تجعلوا من أبنائكم أنانيون جدد فرقوا بين الأنانية وفرقوا بين الخوف عن الأبناء وتربية الأبناء وأن أجعل من ابني وأبنتي أشخاص أقوية في المجتمع ولكل من لديه أنانية على زوجته ولكل من يتعامل مع زوجته باستعباد أرجوك أرجوك راجع عقرب استشاري والله ليس عيبا والله الاستشارة الاستشارة حضارة هكذا هذا قاعدة في جامعة أمريكية ممكننا ندرس مكتوبها الاستشارة حضارة هل أنت أفضل من محمد محمد عليه الصلاة والسلام كان يستشير حتى سلمان الفارسي الذي ليس عربي يستشير يقول تعال أنا عندي مشكلة ماذا أصنع فقال له سوى الخنق هل أنت أفضل من الأنبياء لماذا تتكبر عن الاستشارة حتى خصوصا إذا كانت الاستشارة مجانية وليست مكلفة ماديا فقط محتاج منك قرار عندما تستشير أنت تكون أفضل العقل الجمعي أفضل من عقل الإنسان المفرد أن تشاور الناس في مشروع أفضل أن تذهب أنت وحدك إلى مشروع فما بالك في موضوع التربية وصناعة أجيال فأرجوك يا من يشعر بأنانية أو لديه شيء من أنانية ألجأ إلى الاستشاري والاستشاريون كثر في بلدنا هنا في بلجيكا وللأب والأم أرجوكم أنتم معرضون إلى أن تكونوا أنانيون في تربيتكم لأولادكم فاحذروا من هذا الأمر هل لهنك أنانية إيجابية لا أبدا لا توجد حب الذات إيجابي حب الذات إيجابي الأنانية التي تلحق ضرر في الآخرين سلبية بالمجمل نتمنى أننا استوفينا كل الجوانب في موضوع الأنانية وأجبنا عن كل الأسئلة طبعا لكل الاستشارات مع دكتور مخلف لأنه رسائل كثيرة جاءت تطلب الاستشارة منكم دكتور فيمكن التواصل عبر الفيسبوك الفيسبوك الرسمي في موظفين خاصين يستقبلون الاستشارة وينظمون المواعيد وأنا حاضر في خدمة أي إنسان يأتي من قبلك وحتى بدون مقابل حاضر بدون مقابل بدون مقابل أي إنسان يأتي من أستاذ الشاطر ومن الأرابل بدون مقابل ما شاء الله شكرا جزيلا لكم دكتور إذن تعملوا في الصفحة دي الفيسبوك دكتور مخلف عبد السمد وإمكان تاخدوا تاخدوا مواعيد وحاولوا تركزوا أن تعملوا أنكم مجيئين من إذاعة أرابل باش هكذا تستفدوا من الاستشارة شكرا جزيلا لكم دكتور وطبعا نعد بلقاءات أخرى إن شاء الله وفي مواضع أخرى وسيكون لنا الشرف دائما في استضافتك نعود مستمعين الكرام بعد لحظات من الآن لأوضعكم إذن هكذا عزيزتي نتمنى أننا استفدنا من هذه الحلقة ورجعنا حسابتنا خاصة لكنا كان عني ومن الأنانية كما قال الدكتور عبد السمد الأنانية هي من درجة 1 إلى درجة 10 وحتى باش ما نوصلوش حتى لدرجة الخطيرة من الآن كل واحد فينا يراجع حسابته ويراجع نفسه ويشوف أن الأنانية فين كتوصل كتوصل للمسائل خطيرة جدا كتوصل لأن من يمارس الأنانية كما ذكر الدكتور يعني أنا ما نعودش للكلام دير الدكتور وما ديش نكون أنا في متابة الدكتور عبد السمد إنما في خط يعني أحاول أن وبسيط الأمور في عجلة في الوقت المتبقي هو أن الإنسان الأناني كيأدي نفسه أولا بأنانيته ثم كيأدي معها الناس لأنكي الناس اللي كتصبر له لبحال الزوجة دياله لبحال الزوج ديالها أولا الولدات فهم اللي كيأدي الثمن غالي حتى للوالدين من يمارسوا الأنانية على أولادهم كيفاش كيكونوا إذن حنا شفنا المراحل اللي يذكر لنا الدكتور ونتمنى وإن شاء الله الصادقين أننا نتغلبوا على هذا المرض وكما قال الدكتور الذهاب إلى استشاري إلى أخصائي إلى كوتش إلى طبيب نفساني ممكن أنه يخفف من هاد المعاناة اللي كيعانون منها كتير 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 من الناس والأنانية اللي صبحت مرض خطير كي يهدم بيوت في الحقيقة فبالتالي الحل بدينا باش نتغلبوا على هاد الأنانية ما بقال إلا نشكركم على حسن تباه والمتبع كانت حلقة رائعة جدا مع الدكتور عبدالصمد نتمنوي جدد معه اللقاء في حلقة أخرى غدا إن شاء الله بحول الله اليوم العالمي لتكافؤ الفرص اللي غدين شوفوا واش فعلا كان هناك تكافؤ فرص ولله وهذا غدين تعطونا الرأي ديلكم أنتم غدا إن شاء الله بحول الله هذه الحلقة ما بقالي الله نشكركم على حسن تباه ومتبعنا لتقي غدا صباحا بمشيئة الله أترككم في رعاية الله وحفظه موجز إخباري في تمام الحدي عشر ثم مجدولين وشمس أربع الله توقعوا على خير إلى اللقاء